بطبيعة الحال أنا سبق لي وانصرحت بهذا الأمر منذ أكثر من ربما سنة أو سنتين قلت من المفروض على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إذا أرادت أن تعمل وفق المعايير المعمول بها سواء من ناحية العلمية أو من ناحية النظرية في تطور المديريات الفنية والطواقم الفنية وما يجري في عالم المتقدم سواء أوروبا أو غيره من المفروض أن نحضر مثلما نحضر لخليفة محرز وسليماني نحضر أيضا لخليفة بالماضي أو المدرب الوطني الأول لذلك أنا كنت صراحت منذ أكثر من سنتين بأن بوغرة هو مشروع ناخب وطني جد وقوي يجب أن نضع فيه كل الثقة ونحضره لكي يكون خليفة بالماضي لذلك أنا أولا أقول مثلما يقوم اللاعب بتسيير مشواره الكروي المدرب أيضا عليه أن يسير مشواره التدريبي التدريبي يوم مثلا فيما يخص خير الدين المضوي خير الدين المضوي قد ألوم هذا الاسم في طريقة تسييره لمشواره التدريبي بعد حصوله على رابطة أبطال إفريقيا خير الدين المضوي بعد حصوله على هذا التاج من المفروض أن يرقى سواء إلى الاستقرار أو إلى التطلع إلى أكثر من الفوز بكأس رابطة أبطال إفريقيا هذه التنقلات الكثيرة لخير الدين المضوي من بطولة إلى بطولة ومن بلد إلى بلد وعدم تعميره لأكثر من موسم أو نصف موسم في هذا الفريق ثم هذا الفريق من مصر إلى ربما السعودية طريقة تسيير مضوي لمصاره الاحترافي كمدرب أخطأ فيه كثيرا بعد تتويجه برابطة أبطال إفريقيا وهو ربما متفطن له واستقر به الوضع في شباب قسنطينة وهو في الموسم الثاني وهذا شيء جميل وجميل جدا لخير الدين المضوي عودة إلى مجيد بوغرة على مجيد بوغرة أيضا أن يسير مشواره الاحترافي كمدرب تماما مثل ما سيره كلاعب عندما استطاع أن يستقر في جراس جورونجيرس ويحقق تلك الوثبة في المستوى ويلتحق بالمنتخب الوطني ويعمر في ذلك المنصب على مدار أكثر من ثمين أو تسع سنوات ويحقق ما حققه مع المنتخب الوطني اليوم مجيد بوغرة قالها مصطفى سوف يستريح استراحة محارب لمدة شهر سوف يكون لديه كل المعطيات لكي يفكر في مستقبل الكروي وتسير مشوار التدريبي وأنا من وجهة نظري الخاصة وفق ما استشفيته من كل التصريحات يعني من المستحيلات السبع أن يغامر مجيد بوغرة في الارتماء بين أحضان الأندية الجزائرية التي تفتقد لكل المعطيات العلمية وعندما أخفق مجيد بوغرة بين قوسي لأنه لم يخفق عندما أخفق بالتتويج الإخفاق يعود إلى ذلك النقص الموجود في التكوين القاعد إلى ذلك اللاعب الذي كان يشرف عليه في الشان كيف اليوم لمجيد بوغرة أن يواصل في تلك المغامرة وفي ذلك الانتحار ويشرف على نادي جزائري بنفس المعطيات المعطيات الموجودة اليوم في النواد الجزائرية هي نفسها التي كانت في المنتخب الوطني وبصورة أقل في المنتخب الوطني لم يكن لديه أي ضغط باعتبار أن المنتخب المحلي وليس المنتخب الأول في المنتخب الوطني الثاني كان يعاني من تذبذب القوائم التي كان يستدعيها باعتبار أن كل ميركاتو يذهب بعض الأسماء من المنتخب الوطني الأول رغم ذلك استطاع أن يحقق ما حققه لكن أن يعود إلى هذه البطولة بهذه المعطيات الغير علمية والغير رياضية أنا لا أظن بأنه سابج إلى هذه الدرجة حتى ينزل إلى هذا المستوى ويفقد الكثير من باريقه ومن تلك الإشعاع الذي تحصل عليه ويعني حتى اسم بوغيرا بين الجماهير الجزائرية اسم جده محبوب وعنده قبول كبير لدى الجماهير الجزائرية لذلك على بوغيرا أن يفكر مليين ألف مرة قبل أن يتخذ هذا القرار أو ذاك لذلك أنا أقول إما أن ينظم إلى الطاقم الفني للمنتخب الوطني الأول وهنا التساؤل حول مطمور ومصباح لأن حتى هذا الثناء يجب أن لا نتركه يذهب بعيد عن الاستغلال أنا قلتها لك في إحدى الحصة السابقة مثل ما تحصلنا على هؤلاء اللاعبين بقانون البهامص علينا أن نواصل في استغلال هذه الكفاءات وهي في الطاقم الفنية لذلك أنا أقول مكان بوغيرا من وجهة نظري الخاصة وهذا الكلام يعني يلزمني ولا يلزم غيري أنا أرى بوغيرا يعني مساعد أول لجمال بالماضي ويعمل مع جمال بالماضي مثل ما يصنع الألمان والفرنسيين وما إلى ذلك لكي يرتقي بعد 2026 أو قبل ذلك المستقبل ليس بين أيدينا ليرتقي بعد ذلك ليتحكم في زمام المنتخب الوطني الأول كمدرب رئيسي وإلا أن يذهب إلى البطولات الخليجية مثل ما استقدمه بالماضي إلى الدحيل وعمل مع هذا الفريق ومدل ما استقبله بالماضي إلى الجزائر وعطى له المنتخب الوطني المحلي على بوغيرا إن لم يختر الذهاب مع الطاقم الفني لجمال بوغيرا أن يعود إلى الدور الخليجي وقطر بالتحديد يطور معارفه مثل ما صرح به هو شخصي هذه إرادة شخصية لا يستطيع أي إن كان أن يتدخل فيها ربما مجيد بوغيرا يريد أن يتدرج ويتعلم أكثر في العمل اليومي مع أي فريق خليجي لماذا أقول خليجي؟ لأن الإمكانيات موجودة كل المعطيات العلمية موجودة ويستطيع أن يطور إمكانياته في مدة موسمين ثلاث مواسم إلى أن يعود إلى مكانه الأصلي وهو المسك بزمام المنتخب الوطني الأول لأنني شخصيا لا أرى خليفة لبالماضي سوى بوغيرا ليس لكفاءة بوغيرا أو بوغيرا لكن للتجربة الجميلة والقوية وذلك النجاح الذي حققه سواء بوغيرا